في الوقت الذي تستمر فيه الحرب جنوبية لبنان ما زال الشغور يحكم موقع القياد في حزب الله فؤاد شكر الذي اختلته إسرائيل نهاية يوليو الماضي بغارة استهدفت الضحية الجنوبية لبيروت صحيفة يدعوت أحرانوت الإسرائيلية نشرت تقريرا تحدثت فيه عن خمسة أشخاص مرشحين لتولي مهام ومسؤوليات رئيس أركان حزب الله خلفا لفؤاد شكر الاسم الأول طلال حمية الذي يقود الوحدة 910 المسؤول عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ الهجمات خارج لبنان ويعتبر حمية الذي شغل منصب نائب رئيس أركان حزب الله عماد مغنية حتى اغتياله من أقدم قادة الجناح العسكري لحزب الله كما ارتبط اسمه بالهجوم على مبنى الجالية اليهودية في بوينس آيروس عام 1994 وصنفته الولايات المتحدة إرهابيا دوليا أما الاسم الثاني فهو علي كاركي عضو مجلس الجهاد في حزب الله والمسؤول عن الوحدات الثلاثة العاملة في جنوب لبنان وهي نصر بدر وعزيز بحسب معهد ألمى الإسرائيلي الاسم الثالث هو إبراهيم عقيل وهو عضو بارز أيضا في مجلس الجهاد بحزب الله كما أن البيت الأبيض أكد تورطه بالهجوم على القوات الأمريكية في بيروت عام 1983 كذلك تولى عقيل قيادة عمليات احتجاز الرهائن الأمريكية والألمانية في لبنان وقد ظهر اسمه عدة مرات كشخص سيتولى منصب رئيس أركان حزب الله وذلك قبل فترة طويلة من اغتيال شكر بحسب الصحيفة الإسرائيلية وإلى جانب عقيل هناك اسم رابع هو محمد حيدر الذي كان يدير شبكات حزب الله خارج لبنان وتولى قيادة مقاتلي الحزب في سوريا وتطرقت الصحيفة الإسرائيلية إلى اسم خامس وهو يوسف نادر الذي يترأس حاليا قيادة الوحدة التسعمائة والتي تعمل بمثابة الشرطة السرية لحزب الله بحسب يدعوت أحرانوت اشتركوا في القناة